صباح الخير او مساء الخير يا برج العقرب. نفصل على طول على اللي هو قراءة بتاعتك. على طول كده على طول. اه الحالة العامة بتاعتك ايه يا سيدي يا برج العقرب? اه. اعتقد ان انت الان في وضعك الصحيح يعني. يعني انت دلوقتي اه واخد مركزك قوي مهتم بنفسك بنجاحاتك بمشروعاتك. ممكن تكون بادئ اه مشروع جديد او كمان اه يعني متواصل مع ذاتك قوي قوي يعني اذا مش انت متواصل مع ذاتك قوي. اه او عارف قيمة ذاتك. او عرفت قيمة ذاتك كمان. ممكن تكون انت الان يعني الحالة العاطفية اه ممكن يكون ان انت يعني معروض عليك علاقة او داخل علاقة جديدة. ولكن ما زلت لسه في اه يعني بتفكر ادخل مدخلش اتب اجرب ما اجربش حاجة كده من من الانواع دي. لكن انت حاليا في حالتك العاطفية انت مستقر جدا. حتى بدون اه يعني شخص اخر او بدون شريك فانت مستقر في حالتك العاطفية. طيب نشوف الشريك ايه? مش بقولك انت مستقر. ام. طيب. مبدأ اين كده يا برج العقرب? اه بتتعمل مع حد برج هوائي يعني. مبدأ اين كده ممكن او طور او مين تاني طور و اي تاني. طور اه او برج مائي برضو. لكن هوائي شوية طب على الهوائي. طيب مشاعر الشريك ايه? اه يعني بيفكر بعقلو قويا. ما يكون في المشاعر معناها ان شخص ده خاليا بيفكر بعقلو اكتر من قرب. وبيحسب الامور جدا يعني. بيعسبها جدا. رايح جاي فين? بيعمل ايه? بنهب بايه حالة زي جدا يعني. اه عايز اشوف اكتاب الكارت ده عشان ما كونش مرضو ايه? اظلم ووصا انا اقول لك نيته مش حلو اقول لحاجة. ده انت بتتعمل مع حدها بقى ايه? ام. الشخص ده عايز اه يرجع لك تاني لو انت شخص بقى يبقى انت بقى يبقى ايه? يبقى ده حد قديم? وانت استقليت بزاتك بعيدة عن هذا الشخص والشخص ده عايز يرجع تاني. وعايز يرجع كمان من رجعة سريعة يعني مش مش هزار يعني. وممكن يكون هو اكتشف حقيقة مشاعره انه بيحبك. يعني ممكن يكون هو شخص ده هو اللي نهى العلاقة. تمام كده? ولكن الان اكتشف انه بيحبك. او عايز يرجع. بكل بساطة كده. لان كمان هنا عندي الاسوف السوردس معناها اه الحقيقة كمان ولا 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 والشجاعة. فهو شخص ممكن يكون شجاعة او اندفاعي برضو ما تحمل المعنيين. ولكن هو اه اكتشف اه في حقيقة المشاعر بان العمله ده ما كانش صح مسلا. انه ما كان يتعامل معك بالطريقة دي او حتى هنا العلاقة. وعايز ياخد تاني الجرأة بتاعتنا. الجرأة. الجرأة بتاعت ان هو يرجع تاني يتكلم معاك او يلحقك. وعايز يلحقك. لان انت بصت انت شايف نفسك قوي. انت متنك قوي. يشايف نفسك كده ومراخيرك فوق. وبتقول له انت مين انا ما عرفكش. انا ما كنتش معك قبل كده. فانت حاليا يعني بعيد عن هذا الشخص. وشخص ده عايز يجيلك تاني. عايز يلحقك تاني. ويلحق القعدة الجميل اللي كان قاعدها معاك. والكوين او معناها الحقيقة. يعني هو كمان مش مش بيجدب يعني. لأ ده هو الحقيقة فعلا ان هو بيحبك يعني. او اكتشف ان اه ما كانش يا صاح ان هما ان هو يعمل كده او يسيب العلاقة. طيب. هو شايفك ازاي بقى نظرته ديك في الشهر ده. شايفك ان انت قفلت. خلاص. اعتقد كل الامراج الملئ ان ايه قفلت خلاص كده. ده حتى ثالت قراءة هو ودي قفلت. اتفتت بس انت قفلت خلاص. ومش عايزه بتاني في حقيقتك لانه لان هو شايفك. هو ما استنتبش ده من نفسه هو استنتجه من هنا. اه انت استقريت. انت ممكن تكون ارتبط. مش عارفة بقى. هل ممكن تكون انت ارتبط مرة اخرى. الله اعلم. لان انا عندي هنا ده وفنتك. ممكن تكون اتجوزت مثلا. او كتبت كتابك. او تخطبت. الله اعلم. حاجة من هو هو عايز ما يكون عايز يقول لك بس هوا ثانية واحدة. عايز يقول لك هو ايه اللي انت عملته ده بس هوا رفع عديها وبتقول لك ايه اللي انت عملته ده. انت روح ترتبط بعد ما احنا صدنا بعض ايه ده. يعني ايه اللي انت عملته ده? انت تسيبتني ليه? او انت انت فعلا عملت حاجة جزرية في حياتك. ده مش عارفة انت ده زي ما تكون اتجوزت مرة واحدة. يعني انت مسلا سايبين بعض بقلكو شهر واحد مكتوب كتابك بعد يا بشعرين. فازاي يعني او مستغرب. فزي ما يكون شافك ان انت خلاص. افعل تقص. من عندك. وبدأت الحياة الجديدة اللي انت كنت بتتمنها بقى لان انا شايفك مبسوط. انت بدأ حياة جديدة مبسوط بس مش حاسة ان انت ارتبط لان او ارتبط ومبسوطك بالشخص اللي معاك. لان انها نقف بعد الكالسة دي واحدة يعني عندها كل حاجة. فاعتقد ان ان انت حاليا عندك كل حاجة. عندك الحب. عندك الفلوس. عندك كل حاجة. فبدأت حياة يعني اللي انت كنت عايزها. لو كنت ارتبطت او داخل علاقة جديدة. ونويت نويت كامل يعني. هو شايفة كيتوف سردس. انت قفلت خلاص من ناحيته ومش مش هينفع يرجع تاقي. بلد ما قوي. اهو. اهو. شايف ان انت دخلت في علاقة. ايوة شايف انت دخلت في علاقة. وشاعر بأسف شديد وندم شديد يعني تجاهك بشع يعني. بيقول ايه اللي انا عملته في نفس ده. وشايفك كمان ان انت مش طيقه. بص مدي دهرك ومش عايز تشوفه تاني. وقافل منه حياته خالص. ومش عايزه تاني في حياتك. وان انت فعلا استقلت بحياتك ومش عايزه تاني في حياتك وشكرا وجزاك الله الفخير يعني. على اللي انت عملته. فخلاص يعني هو في في اه في مرحلة انا مش مصدق. ان انت فعلا مشيت يوجد العرب خلاص. العلاقة بانك قطعت بالفعل. مش هيبقى فيه اي تواصل تاني بيني بن برج العرب حاجة انت ممكن تكون عملت له بلوك. عشان كده هو عايز يقولك ايه ده? ايه ده اللي انت عملته ده? انت عملت له بجد? انت بجد قطعت التواصل? انت بجد فعلا مش عايزني? ده ده مش حقيقة بك? ده مش كده باصل. ده حقيقة? طب هو ايه اللي بيحصل في حياته? حاليا. هو زين يكون بيمر بكرمة. اه فيه كرمة عنده اختصر. اه هو حاليا اه تعبان على فكرة. بيمر هز الشخص بكرمة او نوع من انواع التغيير. عنده تغيير في حياته بيحصل. ممكن يكون مسافر او هيسافر او هيروح لعمل جديد. حاجة زي كده. الشخص ده مش عايز اقول ان انتم مفاصلين. بس ام. هذا الشخص اه بيمر في حياته بالفعل اعتقد بنقلة. او ممكن يكون فقط وظيفة. مش عارفة حاسة كده مش 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 عارفة ليه حاسة حاسة انه فقد الوظيفة بتاعته وماشي بقى ومسافر وراح شوف شغله في حتة تانية. اه ممكن يكون في بينكم كانت خلافات على الزواج. عشان كده انت تدوزت. او اتخطبت. الشخص ده اه كان فيه وعود ما بينكم مسلا ان يجي يخطبت مسلا مسلا انا في شهر سبعة ومجيش. فقمت انت اقول تيه مسلا خلاص. انا مش عايزك? انا هتجوزت. او انا خلاص لقيت الحياة اللي انا عايزها. فهو حاليا اه هو بالفعل العلاقة انتهت. انا يعني مش عارفة يعني اترجمها ازاي ولكن العلاقة بالفعل انتهت وهقول لكم ليه بقى? لان هو في حياته عنده شي انتهى. عنده عنده رحيل. عنده خلاص. يعني هو بينقل التغيير. يعني مسلا ان ما يكون مرتبط بشخص ويرحل عني تماما بقى وفيش رجوع تاني بيبقى بيبقى العلاقة خلاص لاني العجلة اتقفلت خلاص. فهو اه بيمر بكرمة او بيمر بعلاقة في حياته. خلاص خلصت هدي العلاقة انتهيت. عشان كده هو شاعر بان انت خلاص. شكرا انا اخترت غيرك. اخترت شخص تاني اخترت شخص او 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 شايفك ان انت كنت اه اعتقد ان فعلا ان هذا الشخص كان اه في حد متعدملك او حد في اه انت قلتينه مثلا انا تيكي تتقدمني ولا لا عشان فيه اسم تقدمي لي وهو مجاش او قال لك لا مش هينفع تقدم دلوقتي انا شخص بسافر او بشتغل في مكان تاني او حاجة منازل قبيل يعني وشايفك ان انت اخترت شخص اخر. كنت محتارة واخترتي. خلاص انا اخترت الشخص الاخر اهو وانا مبسوطة بس انتو مبسوطين يعني مش اللي هو بتكيده بيلا انتو مبسوطين. انتو خلاص افدتوا العلاقة علاقة راحت لعالم. انتو مبسوطين يعني اخلاص. فالعلاقة فعلا انتهت يعني. وهي مشاعره اه هو مش مشاعر يعني مش بالدقة اللي انا عايز اولا هي مش مشاعر. هو هو عايز استفهم بس يعرف. هو انتو فعلا مستطوع. بس انا مش فهم اما هو واحدة اتجوزت او اتخطبت لحد تاني من اكلمة انسيتت يعني. مركز معايا ولا مركز فيه يعني. حاجة زي كده. طب هو عايز يعمل ايه? نيتو ايه? هو نيتو غريبة قوي. نيتو البيجو فوند. ده النواة صبيرة قوي. شنية كبيرة ايه? هو عايز اا يكلمك تاني. ووده بقى فيه علاقة تاني. يعني بقى فيه علاقة ولكن علاقة خفيفة يعني. يعني ما يكونش فيه قطع كده. ما نقطعش مع بعض. ما يبقاش فيه قطع ما بيننا احنا الاتنين. ولكن البيجو فوند ده نقلقني شوية. ممكن يكون مش مقلقني بقى انا. اا هو يعني عايزك ترجع بتتكلم معايا داني حتى لو كلام صحاب يعني على الاقل. يعني انت خلص اتخطبت دي او انت بقى تجوزت او خطبت. اا بس على الاقل يا اخي يعني يبقى فيه صدقة. يعني على الاقل لا بقى ما حب اتكلم معاك انا بقى اتكلم معاك ما تقطعش معايا القطع دي يعني. ما ما تجرحش قوي كده. حايني نشوف نعم. هو هو مستقر برضو يعني. ده هو زعلان على فكرة. هو زعلان على العلاقة دي. زعلان على هزي العلاقة.